طيب أول ما تقال مصر هتلعب الكاميرون كله راح للكعب العالي ودفالوا عليه الكمال على فكرة يمكن الناس كتيرا ما بتنبسطش من لغة التفاول على أساس أن هي ملهاش علاقة بالحاضر لكن ليكن ده جزء من صياغة المناخ العام أنك أنت تبقى فعلا عندك شيء من الثقة عندك شيء من التفاول وتفاقلوا بالخير تجدوه من 27 لقاء بين مصر والكاميرون ودي ورسمي منتخب مصر بيتفوق على الكاميرون 15 مباراة مقابل 6 مباراة فقط الكاميرون فازت فيها على مصر وكان التعادل في 6 مباراة في كاس الأمم الأفريقية اتقابلوا مصر والكاميرون 13 مرة المنتخب المصري فاز في 7 وحقق 7 ألقاب لبطولة الأمم الأفريقية في هذه البطولة خمس ألقاب لبطولة الأمم الأفريقية حققها وسودوا الكاميرون يعني احنا عندنا سبع ألقاب هم عندهم خمس ألقاب المنتخبين تقابلوا في نهاء الكان 86 فاكرين المباراة الشهيرة 2008-2017 فاز منتخب مصر باللقب القاري على حساب الكاميرون في 86 وفي 2008 فاز منتخب الكاميرون باللقب على حساب مصر مرة واحدة في 2017 القيمة التسوقية لمنتخب مصر 161 مليون يورو فاصل 25 161 وربع مليون يورو ودي قيمة عالية جدا لأنه فيها محمد صلاح لوحده بمئة مليون يورو منتخب الكاميرون بمئة واربعين مليون يورو دي القيمة التسوقية للفرقتين الأهداف في البطولة مصر سجلت أربع أهداف واستقبلت هدفين الكاميرون أحرزت 11 هدف ومني مرماها بأربع أهداف فينست أبو بكر 6 أهداف كارل توكو إيكان بخمس أهداف ولم يحرز أي لعب آخر أي أهداف ده بالنسبة للأهداف الخاصة بالمصر وبالكاميرون المغرب الأشقاء في المغرب كان عندهم جزء من الألأ من مواجهة مصر والأول مرة يمكن كان باستمرار عندهم إحساس بالتفوق هذه المرة ما كانش عندهم ثقة كبيرة في قصود الأطلس في مواجهة محمد صلاح ومنتخب مصر عشان كده كانت في صدمة كبيرة كمان عندهم بعد الهزيمة بص يا أستاذ إبراهيم أنت قصرت نقطة أقول لك أنك ما تستندش إلى التاريخ التاريخ والعقد يعني كل ناس قبل المباراة كانت المغرب عودة للفريق المصري وأستندوا إلى أن المواجهات يعني في كاس الأمم 75% كانت لصالح في مجمل المواجهات صحيح النسبة بتقل في المواجهات لكاس الأمم لكن في مجمل المواجهات تصفات كاس عالم أو أو لا المواجهات كانت لصالح المغرب بشكل تفوق صاحق ولكن مين قال أن دي التاريخ يستند إليه أنه يدي لك سمات لكن لا يحسم مواقف مين قال لك أن التاريخ يقدر يكسبك النهاردة إلا إذا كنت عندك نفس أسباب التفوق التاريخية فأنا برضو شايف أن صدمة الفريق المغربي أنه عاش هذا المعنى لا دول لعبتنا طيب أنا سريعا هقول لكم بقى ردود الفعل في الصحف المغربية والدولية بعد هذا الفوز للمنتخب المصر العنوان الطريف جدا الحياة العميق خرجت دي صحيفة المنتخب المغربية ودي أهم الصحف المغربية كان عنوانها الفراعنا خنطونا ده في الاعتراف بقيمة منتخب مصر وإنجازه كمان قالت صحيفة المنتخب المغربية أول هزيمة رسمية للمنتخب الوطني المغربي وقالت هم جاءوا بصلاح ونحن تركنا زياش لتشيلسي ها طبعا قالت جريدة البطولة المغربية أو موقع البطولة المغربية المنتخب المغربي يوضع يوضع كان الكاميرون من دور الرب بعد السقوط أمام مصر وقال كمان موقع لي تلتمائة وستين خبرة الفراعنا تطيح بالأسود وتنهي رحلتهم في الكان الصحف العالمية كمان كان لها تعليقات كثيرة جدا ميرور البريطانية قالت محمد صلاح يقود مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم بهدف وتمريرة حاسمة ككر الألمانية مصر بفضل صلاح في نصف النهائي ودراما حول حارس المرمى البديل الجارديان البريطانية محمد صلاح يصنع الفارق في انتصار مصر على المغرب بولا البرتغالية مصر بقيادة كارلس كيروش تفوز وتواجه كاميرون كونسياسو لاتنين المغربة مع بعض أو البرتغاليين سوريا مركة الأسبانية قالت الفرعون صلاح يحكم المغرب هدف وتمريرة حاسمة ومصر إلى نصف النهائي لوكيب الفرنسية وساعة الانتشار مع صلاح العظيم تقضي مصر على المغرب وستلعب في نصف نهاية كأس الأمم الأفريقية ضد الكاميرون ده كانت إطلالة سريعة على الصفحة المغربية والعالمية ما لاحزش حاجة في الإعلام العربي تسمع كلمات تطيح يعني شوف هنا تكتسح وتطيح تكتسح وتطيح ومش عارف إيه وتؤدب ومش عارف تنتقم لكن تجد في الإعلام الغربي معظمه يعني في رسانة لا بس والله بيستخدموا تعبيرات أقصى كمان هتجدها فين بقى؟ في أسبانيا أصحاب المزاج اللي زي حلقتنا شوية في فرنسا لا حتى الإنجليز يعني بص في إظهار القيمة يعني لوكيب لما تقول صلاح العظيم ما دي فرنسا أخده لك طيب الجارديان صلاح يصنع الفارق ميرور صلاح يقود مصر يقود أه عندما تلاقي بقى في أسبانيا تجد لفظ يقضي آه يدوس يكتسح لا أنا تعاملت مع الإعلام الأسباني يا يام ماريان مدريك جاي هنا لا 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 أصعب مننا عناف بس إحنا دايما عندنا نوع من جلد الزات ترجمة نانسي قنقر